لماذا معظمنا يفشل في الحفاظ على صلاة الفجر على وقتها؟ الحقيقة أنا اليوم سأستنبط معكم أو سأحاول استنباط الآلية السهلة جدا التي أشار إليها القرآن للحفاظ على الصلاة بشكل عام وبخاصة صلاة الفجر الحقيقة صلاة الفجر أيها الأحبة النبي أكد على أهميتها كثيرا فالذي يحافظ عليها يبقى في ذمة الله طوال اليوم والقرآن أشار إلى أهمية قرآن الفجر قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة فإذا هذا وقت مهم وقت تقسم فيه الأرزاق وقت يعني الإنسان يمكن أن يعالج همومه من خلال الصلاة والأذكار هذه الصلاة تعينك على الصبر أنا اليوم أيها الأحبة لدي آية عظيمة في القرآن ربما كثير منا يغفل عنها الله تعالى يقول واستعينوا الخطاب لكل البشر على الفكرة ليس للمؤمنين هنا لكل إنسان يحب أن يعالج مشاكله وهمومه هذه الآية هي علاج واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشين إذن أنت عندما تحاول أن تلتزم بالصلاة تشعر بثقل أحيانا وبخاصة بالنسبة للذين يعني هم ليس لديهم التزام بموضوع الصلاة يشعر أن الصلاة ثقيلة لأن الشيطان يبذل جهدا كبيرا لإبعادك عن الصلاة أخي الحبيب يحاول أن يروج ويسوق ويغريك ويزين لك كل وسائل الله وكل الأفكار تأتي لتتوارد على ذهنك وقت الصلاة فتجد أن الناس يغفلون عن الصلاة وبخاصة صلاة الصبح إما بالنوم إما بالسهر على أشياء تافية غير مفيدة إلى آخرين طيب ما معنى إلا على الخاشعين الصلاة تكون ثقيلة على المنافقين على الذين منغمسون في الدنيا ولكن هؤلاء الخاشعين الصلاة بالنسبة لهم متعة سعادة طمأنينة راحة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أرحنا بها يا بلال يعني نريد أن نرتاح بالصلاة الصلاة راحة للمؤمن لماذا؟ لأنك أخي الحبيب أنت تقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى الصلاة هي التواصل مباشر مع الله ليس بينك وبين الله حجاب وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لذلك السجود عادة يكون في الصلاة فإذا أردت أن تكون قريبا جدا من الله عليك أن تلتزم بالصلاة التي فيها السجود وتكثر من الدعاء خلال السجود طيب واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين طيب معنى ذلك أخي الحبيب أنا يمكن أن أستنبط معك من هذه الآية أن الذي لا يخشع الصلاة تكون ثقيلة وكبيرة عليه إذن مفتاح الحفاظ على الصلاة هو الخشوع طيب ما هو الخشوع؟ كيف أكون خاشعا؟ الخشوع أيها الأحبة هو أن تتذكر لقاء الله باستمرار تتذكر عذاب الله جنة الله تتذكر الموت تتذكر أنك ستقف بين يدي هذا الخالق العظيم تتذكر أن أعمالك هذه ستعرض أمامك يوم القيامة تتذكر أن كل كلمة نطقت بها أو كل فعل قلته أو عملته ستجده أمامك بين يدي الله لذلك هذا اللقاء مهم جدا بالنسبة لأي إنسان طبعا ليس للمؤمن فقط لأن الملحد سيلقربه والمؤمن سيلقربه إذن هو لقاء الملك بعباده فكلما فكرت بلقاء الله كلما ازددت خشوعا وخوفا من الله عز وجل وكلما غفلت عن لقاء الله وابتعدت عن التفكير بلقاء الله استلمك الشيطان واستلمتك الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور طيب من هنا نجد أن القرآن يعرف لنا تعريفا لطيفا من هم الخاشعون أو كيف نخشعين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون سبحان الله إذن الخشوع لو أردنا أن نلخصه باختصار هو التفكير بلقاء الله ما معنى يظنون يظنون أنه بشكل دائم يفكر ويعتقد وينتظر ويترقب لقاء الله وهنا الظن بمعنى اليقين وليس يظنون يعني قد يلقى ربه أو لا يلقاه لا الظن هنا هو شدة اليقين بلقاء الله سبحانه وتعالى يعني الذين بشكل دائم يفكر وينتظر ويوجه ظنه باتجاه لقاء الله يعني تفكيرك يعني وحياتك كلها هي عبارة عن يعني أن تحلم بلقاء الله سبحانه وتعالى فهذا الأمر أخي الحبيب يساعدك على الخشوع طيب إذا خشعت ما الذي سيحدث عندما سأعطيكم مثال بسيط فقط لأحبتي في الله لأقرب لهم الصورة أنت عندما يكون لديك لقاء مع شخص مهم سيحدد مصيرك هل تجلس وتلعب وتعبث وتلهو وتضيع وقت وتنشغل بأشياء أم أنك تجلس وتفكر بهذا اللقاء طيب ماذا سأقول لهذا الملك الذي أنا على موعد معه ماذا سأطلب منه طيب ماذا يريد هو مني ماذا يريد هو مني هنا أخي الحبيب عندما يبدأ تفكيرك أو عقلك يعمل ماذا يريد مني الله سبحانه وتعالى يريدني أن أصلي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها وهناك واد في جهنم سقر والعياذ بالله وهي اسم الأسماء جهنم سقر قالوا ما سلككم في سقر قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين فإذا أخي الحبيب التقنية التي أحب أن تتعلمها معي اليوم يمكن أن أسميها تقنية الخشوع طيب كيف أخشع لله بشكل دائم فكر بلقاء الله وأول خطوة قبل لقاء الله هي الموت إذن يجب أن أفكر بالموت فكلما أويت إلى فراشك وبخاصة يعني علماء النفس يقولون أن العقل الباطن يكون متصل بشدة مع العقل العادي أو الواعي قبيل النوم وبعيد الاستيقاظ قبل أن تنام بقليل وبعد الاستيقاظ مباشرة فهذين الوقتين يجب أن تفكر بلقاء الله تفكر بالموت فإذا اجتهدت وبدأت بالتفكير النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك يعني كان عندما ينام يسأل الله تعالى أن يحفظ نفسه إن أمسكها عنده إذا توفى أن يرحم هذه النفس وأن يحفظها إذا أرسلها وعندما يستيقظ انظروا كيف كان يفكر بالموت أول شيء يقوله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور إذن أخي الحبيب التفكير بالموت ثم التفكير بلقاء الله التفكير بعذاب الله وبنعيم الله سبحانه وتعالى لأن الخشوع هنا أيها الأحبة الأنبياء كانوا خاشعين وكانوا لنا خاشعين كيف ذلك عندما استجاب الله دعاء سيدنا نوح ودعاء زكريا ودعاء يونس وأيوب إلى آخر هؤلاء الأنبياء الكرام استجاب لهم ماذا قال في في أواخر هذه القصص في سورة الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إذن إذا دعوت الله رغبا ورهبا يعني ترغب بما عنده رغبا ورهبا ترهب وتخاف من عذابه فأنت ستكون من الخاشعين أن تدعو الله طمعا بجنته وخوفا من ناره فهذا هو الخشوع أن تتخيل في كل يوم أنك غدا ستلقى الله يعني لقاء الله قريب جدا منك أخي الحبيب لذلك أرجو أن تحفظ هذه الآية الكريمة وأن تبدأ منذ هذه اللحظة بتطبيقها وتبدأ منذ هذه اللحظة بالتفكير بلقاء الله وتعيش حياتك من أجل الله لأن مصيرك إلى الله ولأن حياتك هذه لن تساوي إلا ساعة بالنسبة ليوم القيامة فقط ليوم واحد هو خمسين ألف سنة حياتك كلها ساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبث غير ساعة المجرم يقسم هو عاش بأد سنة ولكن يقسم أنه لم يعيش إلا ساعة واحدة من شدة ذلك اليوم خمسين ألف سنة سنقف جميعا أيها الأحبة فالمؤمن الصابر في الدنيا الذي يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى سيمر هذا اليوم عليه بكل بساطة وكل هدوء وكل راحة ولن يشعر بشيء بينما الذي غفل عن الله وعن لقاء الله ونسي لقاء الله نسوا الله فنسيهم ينساه الله في هذا الموقف خمسين ألف سنة من العذاب من الزل من الهوان من التعب ثم تكون أو يكون مصيره جهنم لذلك أخي الحبيب احفظ هذه الآية لكي تنجو من هذا المصير الأسود وطبق ما فيها وابدأ منذ هذه اللحظة بممارسة الخشوة وقبل أن أقول الآية أختم بمعلومة بسيطة في الغرب اليوم يمارسون شيء اسمه التأمل ويقولون فيه فوائد طبية ونفسية كثيرة جدا لعلاج الاكتئاب لعلاج حتى الآلام لعلاج السرطان لعلاج الآلام الناتجة على الأمراض المزمنة لتطوير حياتك للإبداع للنجاح للمساعدة على اتخاذ القرار السليم التأمل ما هو التأمل؟ التأمل أن تجلس وتتأمل في شيء معين في الشمس في القمر في الشجرة في كذا فهذا يساعد كثيرا على تنشيط منطقة الناصية ويعني يساعد الدماغ على اتخاذ قرار صحيح ويساعد الجسم على نسيان الآلام والمشاكل والهموم طيب نحن لدينا الخشوع الخشوع فرضه الله علينا وأمر به وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ماذا؟ خاشعون فرض علينا الخشوع لمصلحتنا سبحان الله ليس ليعذبنا لا لمصلحتنا لأن فيه فوائد طبية ونفسية كثيرة لذلك أخي الحبيب احفظ هذه الآية واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه رجعون نسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يرجون لقاء الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والحمد لله رب العالمين